بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي الجيش الروسي يتقدم في خاركييف مش بس كده بوتين هيزور مصر يوم الثلاثاء القادم مش بس كده هيزور بعدها كوريا الشمالية برضو مش بس كده تخالزي لنيسكي بيطلب قزائف 155 ملي بتاعة المدفعية وبتاعة الدبابات بتاعة شركات العالم كلها عشان يقدر يحارب روسيا تعالوا بينا نبدأ بروسيا الحكومة الروسية الكلام ده كان بالأمس بالليل تحضر على البريطانيين صيد الأسماك في بحر بارينتس بحر بارينتس زي ما ظاهر قدام حضرتك موقعها الخريطة هنا المنطقة دي بريطانيا كان بتطلع السفن بتاعتها من هنا وتروح تصطاد هنا بوتين كان سامح له خلاص انتوا دخلتوا حرب معايا وعمالين تصعدوا خلاص مش هسيبكم تستغلوا الموارد بتاعتي دي الموارد بتاعتي ما بيني وما بين فنلندا انما انا مش هسمح لكم ان انتوا تخشوا بحر بارينتس تصطادوا منه السماء في العام الماضي ذكرت قناة سكاي نيوز انما يصل الى 40% من سمك القد والحدوق المستهلك في المملكة المتحدة يأتي من روسيا والاراضي الروسية ستواجه بريطانيا نقص حاد في الاسماك بالاضافة طبعا لكل الصعوبات اللي عندهم والتضخم الاسعار الغالية اللي عندهم السمك كمان اسعاره هتبدأ تزيد تعالوا بينا نبدأ مع اخبار المعارك الجيش الروسي يستولي على كامل مستوطنة كراخمالناي في منطقة خاركييف بدأ يتقدم في خاركييف زي ما ظاهر قدام حضرتك مرفوع العالم الروسي وادي موقع المستوطنة مش بس كده الجيش الروسي يسيطر او يبدأ الاقتحام مستوطنة بوكدانوفكا غرب بخموت خلص بخموت بقى ودوشتها خلصت دلوقتي خلصوا بخموت ودخلوا على المستوطنة اللي بعدها وشرق شازوف يار ومن المتوقع ان يسيطر الجيش الروسي عليها قريبا بدأ خلاص خلص بخموت تماما سيبك من اللي كان الوجود الاوكراني اللي في غربها ده خلاص خلص وقلت لك ان نقلص باله فترة بدأ الجيش الروسي يتقدم بالطبع مع سيطرة الجيش الروسي عليها ستتوسع الجبهة نحو مستوطنة كالينينا ومباشرة نحو مدينة شازوف يار كل دي مناطق في قليل دوناتسك مهمة جدا بمناسبة قليل دوناتسك اوكرانيا قسفت سوق في قلب دوناتسك وقتلت 12 واحد النهاردة ومتوقع ان بوتين يرد رد قوي جدا زي ما ظاهر قدام حضرتك جنود الجيش الروسي يرفعون العالم الروسي وسط مستوطنة كذا كذا لما بدأوا بالفعل في اقتحامها زي ما ظاهر قدام حضرتك في الفيديو بيرفعوا العالم طبعا على استحياء لسه خلاص هم بيقولوا احنا موجودين هنا في قلب هذه المستوطنة وقريبا جدا سننتهي منها وزي ما قولنا بدون الدعم الغربي هتبدأ اوكرانيا تنسحب شيئا فشيئا حوالين هذه المناطق وكل الخطوط الدفاعية اللي كانت مأسساها اوكرانيا من سنة 2014 تقريبا كلها كده اتدمرت 70-80 الف اللي كانت حجدهم هناك خلاص خلصوا بالنسبة بقى ليه وزير الدفاع الفرنسي بعد مقتل 60 مرتزق فرنسي خلال ضربة روسية في خاركييف تحديدا في اوكرانيا بيقول فرنسا لا يمكنها منع الفرنسيين من ازدهاب للقتال في اوكرانيا دول مرتزقة هؤلاء مدنيون لا علاقة لهم بالجيش الفرنسي لا يمكننا حذرهم ما زلنا دولة ديمقراطية الديمقراطية تخليك تخش في حرب زي كده ما نقدرش يا جماعة نبنع المدنيين مدنيين هي ابن العسكريين انتو بتفصلوهم بشكل كده اي كلام بشكل سوري يعني عشان يطلعوا يروحوا يحربوا مع اوكرانيا احنا هنشتغل بعض احنا قلين الكلام ده من الاول مصنع ازوفستيل يشهد على كده كل اللي طلعوا من جوه كانوا من عندكم من امريكا ومن فرنسا ومن بريطانيا ومن المغضوب عليهم ومن دول كتير رئيس وزارة السلوفاكيا بيقول اوكرانيا ليست دولة زات السيادة وواشنطن سيطر عليها بكل عارف كده وقال هقول كده لزيلينيسكي انت زولة زات سيادة وهقول كده في اللقاء معاه زي بيلاروسيا بيقول لروسيا نقلت سواريخ نووية لبلاروسيا يمكنها الوصول الى بولندا نقدر نضرب بولندا زي ما انا كلمتك قبل كده في الخطة اللي مصرباها مين اللي مصرباها صحيفة بلد الالماني اكبر مناورة في تاريخ الناتو اكبر مناورة في الايام القليلة القادمة في بحر البلطيق تقريبا 40 الف مقاتل من دول الناتو اكبر مناورة نائب وزير الخارجية الروسي الكساندر جوليشكو بيقول تدريبات الناتو تمثل عودة لمخططات الحرب الباردة نائب وزير الخارجية الروسي عن تدريبات الناتو تمثل عودة لارجعة فيها الى مخططات الحرب الباردة التي تهدف الى المواجهة مع روسيا ولا يمكن تخويف موسكو بمثل هذه الاستعراضات الاستفزازية للقوة يعني الكلام ده مش اول مرة يحصل الكلام ده كان بيحصل ايام الحرب البردة رجعوه تاني والكلام ده مش هيخوف نفس شيء احنا بنتقدم على الجبهة وفي نفس الوقت بنأمن حلفانا ونشرنا اسلحة نووية وكله تمام زي لنسكي بقى بيقول ايه انت جميع الشركات ركز ركز بس الرجل ده في حتة كده لوحده انتاج جميع الشركات في العالم كله من قذاف المدفعية عيار 155 ملي لا يكفي الجيش الاوكراني لمواجهة الجيش الروسي انت بتخيل الموضوع ايه دولة واحدة زي لنسكي عايز كل الشركات اللي في العالم وكل الجيوش وكل المخزونات اللي على وجه الكرة الارضية تنقله كلها وتنتج مخصوص عشانه قذاف المية 155 ملي وفي نفس الوقت ده مش هيكفي المواجهة مع الجيش الروسي ده يدي شهادة من زي لنسكي ان الجيش الروسي وراء الشركات الروسية قوي جدا قدرت تطعف قدام كل شركات العالم ومعظم جيوش دول النيتو او كل جيوش النيتو رئيس لجنة مجلس الشيوخ الفرنسي بيأكد على الكلام ده للشؤون الداخلية والدفاع اسمه بيقول انتاج فرنسا السنوي للقذاف من عيار 155 ملي مت تستهلكه اوكرانيا خلال 3 او 4 ايام يعني انتاجنا السنوي من القذاف مية خمسة وخمسين ملي ده اوكرانيا بتستهلكه من 3 ل 4 ايام يبازل لنسكي معها ليه هو بيضربه خلاص بيعمل غطاء ناري رهيب جدا هو مش فارق مع العدد ولا فارق ما هو بيسحب بقى من بحر هو مفكر كده ده الموضوع انتهى ده امريكا بدأ التحاسب نفسها وبدأوا يتكلموا حوالين الطائرات المسيرة والشغل زي ما هنقول دلوقتي اللي بيقذفوه او بيضربوه سقور اليمن طائرة مسيرة بعشرة بعشرة تلاف دولار او بخمس تلاف دولار او بألف دولار او بستمائة دولار نطلع على صاروخ باتنين تلاتة مليون ده استهلاك فما بالك انت انتاج فرنسا في سنة بتستهلك اوكرانيا في 3 اربعة ايام زي ما ظهروا قدام حضرتك بوتين ابدأ عزمه زيارة بيونج يونج قريبا انتو بتعملولي مناورات وضخمة وشعر انا هروح لبيونج يونج كانت وزيرة الخارجية منذ ايام هناك وبيوقد العلاقات بشكل قوي جدا مع بيونج يونج مش بس كده رئيس بوتين يتوجه الى مصر لحضور حفل افتتاح الوحدة الرابعة لمحطة الضبعة للطاقة النوية سيبك بقى من ايه انت ملاحظ ان الموضوع بتاعتهمة بوتين وهنحقق معاه وجرائم حرب الموضوع ده خفت ليه لان المغضوب عليهم دلوقتي بيتحقق معاها فنغطي على ده ونغطي على ده وخلاص والموضوع خلص بوتين هيبدأ يتحرك هيجي مصر يوم الثلاث متوقع يعني ان يجي يوم الثلاث وبعدها يتوجه لكوريا الشمالية بيوطد علاقاته بكل حلفاءه سواء في المنطقة الشرق الاوسط اللي على شفى الحرب سواء من هنا او من هنا او من هنا وفي نفس الوقت بيتوجه لكوريا الشمالية عشان يوطد العلاقات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية الكتلة الشرقية التتحد وبتدول انا موجود هنا ليه محط الطاقة النوية في مصر ولايه علاقات استراتيجية في مصر ولايه علاقات استراتيجية في الجزائر ولايه علاقات استراتيجية في سوريا وفيه كلام ان روسيا هتبدأ تسير دوريات على الحدود مع الجولان المحتل عشان تمنع المغضوب عليهم من قسف مين؟ من قسف سوريا ما ينفعش تخترق انت عدت كده الخطوط الحمرة ما ينفعش تخترق لمين؟ الأجواء بتاعت الدولة صدقتي وحلفتي وفيه كلام ان مسؤول المخابرات في سوريا تقتل إيران قتلته عشان هو اللي أعطى الإحداثيات للمغضوب عليهم قلتلك يا جماعة الناس دي مخترقة سواء حزب الله دلوقتي زي ما هنتكلم في الحلقة القادمة الحارس الشخصي بتاع حسن نصر الله تقتل انت عايز اختراق أكتر من كده إيه؟ هل كان المستهدف منها حسن نصر الله؟ هنتكلم في زي ما في الحلقة القادمة وقادي أربع خمس مستشارين يتقتلوا من يومين فينا في سؤال كبير جدا هل إيران هتدخل الحرب؟ إجابة السؤال ده هنجاوب عليه على قناتنا على التيك توك ومازالت الحرب مستمرة ومازالت الأحداث بتشتعل سواء في القطاع أو في الحرب الروسية الأوكرانية وممكن تندلع حرب في المنطقة قريبا جدا ما بين مصر وإثيوفيا ألا هو في الموضوع سخن أهل موضوع سخن وما بين مغضوب عليهم وما بين لبنان والمغضوب عليهم اللي ممكن تهاجم لبنان انتظرونا في الحلقة القادمة في أحداث مهمة جدا بس سيدي شكرا نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرق شكرا احنا مش حنسمح إن حد يهدد السمار ومش حنسمح إن حد يمس السمار وأنا بقول الكلام ده منطقة الوضوحة محدش يجرب مصر محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها خاصة لو أشقائها طلبوا إن احنا نبقى موجودين معه اشتركوا في القناة